مطاردة سيارة تقل إرهابيين واعتقالهم قبل شروعهم في تنفيذ هجوم إرهابي مشهد يجسده هذا التدريب لجهاز مكفحة الإرهاب التابع لقوات تدخل السريع ويندرج ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها وزارة الداخلية التونسية للتصدي لأي خطر إرهابي محتمل قد يتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية وزارة الداخلية استنفرت جميع قواتها لمواجهة الخلايا الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة التي دأبت على استغلال احتفالات رأس السنة لتنفيذ عملياتها عامل التدخل مش نحط التتويق المتعانة اللي هي من الفرق المتعان نحن إضافة للتتويق البعيدة إذا استعملنا ثم اللي صغير تخدم معنا نحط عبادنا اللي بش تخدم وبيش تراقب ونسقه مبعضنا ونبدأ ونعمل في عملي المدهم جهاز مكفحة الإرهاب التابع لإدارة تدخل السريع بوزارة الداخلية سبق له أن قاد خطة التصدي لكبرى العمليات الإرهابية التي شهدتها تورنس خلال السنوات الماضية وهو يضم عناصر تتمتع بقدرات قتالية عالية ولذلك أسند له الجزء الأهم من خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية هذه السيارة هي دورية عادية تدخل سريع تقوم بتأمين محيط العاصمة والمناطق السياحية في العاصمة التجهيز المتاحة يكون أقل هي وحدة نار متنقلة وإحتياط سراتيجي ووزارة متنقلة في العاصمة الأسحة تكون أقل ويكون هو الاستجابة الأولية والرد الفعل الأولي لأي عملية الهبية الاستنفار الأمني المتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية شامل كذلك تأمين الدوائر الحكومية والوحدات السياحية إلى جانب الانتشار الأمني المكثب في الشوارع والساحات العامة ويقدر المختصون في الجماعات الإرهابية أن الأخطار المحتملة تتركز أساسا حول احتمال تنفيذ بعض الهجمات من قبل عناصر إرهابية منفردة على شاكلة ما حدث في بعض البلدان الغربية تحضيرات الكبيرة التي تحدث بالنسبة للمؤسسة الأمنية والعسكرية هي تهديدات جدية وواقعية لأن حسب مصادر استعلامتها فهناك تهديدات حقيقية في عدة مواقع في تونس لهذا هناك حالة من الاستنفار الأمني والعسكري جهود وزارة الداخلية شملت أيضا خلال الفترة الأخيرة تفكيك عدد هام من الخلايا الإرهابية النائمة وذلك في إطار الخطة الاستباقية الشاملة لمحاربة الإرهاب تؤكد وزارة الداخلية على الجاهزية العالية لقواتها لتصدي لأي خطر إرهابي محتمل وهو ما يذلل مخاوف البعض من احتمال تزامن التهديدات الإرهابية مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية من العاصمة التونسية توفيق العياشي الحرة ترجمة نانسي قنقر